السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مرحبا بكل المتابعين على قناتي وليد فوتوز أشكر الجميع اللي يتابع القناة واللي يسجل في القناة واللي يكتب لي بعض الملاحظات أو حتى بعض دعم التشجيع في عبارات طيبة أشوفها في الكومنت تحت الفيديوهات اللي أنا أحطها في القناة اليوم بتكلم عن مؤتمر تم إطلاقة الأسبوع الماضي شركة كانون أعلنت عن كاميرا من فئة الميررلس الفول فريم وبسعر مناسب جدا للمصورين اللي هم مبتدئين في التصوير واللي يحب أن يأخذ الكاميرا يصور فيها فيديوهات أو صور عادية أو حتى تصوير اللي هو لليوتيوب لقنوات اليوتيوب وغيرها ما شابه من تصوير الفيديو في حلقة اليوم راح أستعرض معاكم هاي الكاميرا وأتكلم عن مواصفات معينة فيها اللي دائما أنتهم معظم المصورين وأتمنى منكم أنتو كذلك تهتمون عن شراءكم لأي كاميرا على مثل هذه المواصفات إذا أنت تحب تشتري كاميرات بشكل دائم بالإضافة أني راح أقارنها مع كاميرا من فئة الميررلس من كانون كذلك وبسعر أقل عنها وشو الفروقات اللي بينهم وآخر نقطة راح أتكلم عنها هي شو رأي وليد في هذه الكاميرا ترجمة نانسي قنقر خلونا نستعرض المواصفات بشكل سريع لكاميرات الكانون خلونا نتكلم في البداية عن الميجابيكسل اللي هو 26 ميجابيكسل بإمكان الكاميرا الحين تصور 4K فيديو ولكن الكرب فيديو فيها 4700 تقريبا نقطة فوكس وهذا شيء جدا ممتاز في هذه الكاميرا تفوقت على عدد من الكاميرات اللي هي في نفس المستوى بطاريتها بإمكانك تصور 250 صورة بالنسبة للإي سو الإي سو جدا مناسب من 100 ولغاية تقريبا 100 ألف وهذا الرينج مناسب لكل الكاميرات سواء كانت ميررلس صغيرة للتصوير الليلي نحتاج ترفع الإي سو ولكن أني نتكلم عن الأشياء اللي مش موجودة في الكاميرا اللي مش موجود طبعا image stabilization هذا الشيء المهم في معظم الكاميرات تصور 5 فريمات في الثاني بالمقابل في كاميرا أقل عنها في السعر تصور 10 فريمات في الثاني وهذا شيء يحسب لكانون اللي نزلت هذا المستوى أما فيما يتعلق بالفيديو وتصوير الفيديو فللأسف هاي الكاميرا يعني خلت الناس محتارة ما بيننا تشتريها أو لا إن صورت 4K فبتصور crop sensor يعني كأنك تصور بكاميرات اللي هي الكنون الثاني ال M50 أما إذا حبيت تصور Full HD عن طريق الكاميرا نفسها فما في 24 فريم بالثاني وللأسف هذا الشيء غير موجود في هاي الكاميرا لو ينا نقارن بين هالكاميرتين اللي هي الكنون M50 والكنون اللي هي RP أنينا على الميجابيكسل راح نشوف أن الكنون RP تصور بـ 26 ميجابيكسل كذلك الكنون اللي هي ال M50 تصور بـ 24 ميجابيكسل وكل الكاميرتين تقريبا ال ISO متقاربا بينهم في تأثير ال ISO ولكن تتفوق ال RP بـ 100 ألف تقريبا أكثر عن الكنون M50 كذلك كل الكاميرتين يصورون بصيغة الرو و الجيفك بعد أما أنينا نتكلم عن نقاط الفوكس في كل الكاميرتين فتقريبا كاميرات الكنون RP متفوقة بشكل كبير لأنها 4779 نقطة فوكس يقابلها 143 نقطة فوكس في ال M50 بالنسبة للشاشات اللي موجودة على الكاميرتين كل الشاشات اللي موجودة عبارة عن تقابل اللمس بمكانك التحكم بنافس الجودة اللي موجودة على الكاميرتين يعني ما يختلف فيهم شيء كبير أما بالنسبة لعدد الفريمات في حال التصوير السريع أو الرياضي نحن نسميه بضغطة زر تقدر تجمع كم فريم بالضبط ال M50 10 فريمات في ضغطة زر واحد أما بالنسبة لل RP فخمسة فريمات فقط الفيديو في الكاميرتين 4K كروب سنسر يعني بالنسبة اللي هم مقطوعة يعني ما استفدنا من الفول فريم اللي موجودني هنا ما عندنا كروب سنسر لكن هنا ما استفدنا بشكل ما من الفول فريم أما بالنسبة للبطاريات فنلقى أن بطارية الكنون RP تقدر تصور فيها 250 صورة وكذلك تقدر تصور في ال M50 235 صورة يعني أقل عن بطارية ال RP بعدد بسيط من الصور مثل ما أعرفنا الكنون دائما يكون فيها تايم لابس اللي هو تحول لك الفيديو من تايم لابس لفيديو مباشرة فهي موجودة في الكاميرتين كخصائص وهذا استعراض سريع عن بعض المواصفات بين الكاميرتين قبل أن نختم الحلقة أتكلم عن رأيي في الكاميرا أنا رأيي عن الكاميرا هي جدا عادية عادية يعني ما أكلف نفسي أنظر لها لأن الصراحة مواصفاتها مبلي تجذبك للشراء وحتى لو كنت أنت مستعيد أن تشتري فأنا أنصح تشتري غيرها فلا تكون متهور وتشتريها وهي بهذه المواصفات الصراحة كانون ما توفقت في إخراج هذه الكاميرا بشكل أكبر وأفضل عشان تلاقي مثل ما تقولون هجوم من الناس والمشتريين فأنا أشوف تأجيلها أفضل وإذا كنت ناوي فالسوني اللي هي 6500 صراحة كاميرا جديدة ومصفاتها جدا مناسبة إذا حبيت تشتريها مش تشجيعا للسوني ضد الكنون ولكن هذا يعني هذا رأيي أنا فإن شاء الله تكون الحلقة بسيطة وسريعة وإن شاء الله عبتكم الحلقة ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع ألف سلامة وأشكرت لكم المتابعة ترجمة نانسي قنقر